يحكى أن طفلا من غزة لم يكن ميلاده مثل باقي أطفال العالم في أجواء الأمان والاحتفالات بل ولد في أيام عصيبة ملطهة بالدماء نقلت أمه ساعة المخاض بواسطة إسعاف لأن كل مركبة تتحرك في ذلك الوقت كان مصيرها القصر وفوق كل هذا لم يكن والده بامتظاره ليسمع صوت ابنه البكر وهو يخرج للحياة ولم يؤذن في أذنه فقد كان مصابا جريحا جراء القصف العشوائي على مناذ المواطنين كان انتظره صوت المدافع والطائرات ليكون أول نفس له من الغبار والبارو ولم يكتفوا بذلك ففي اليوم الثاني من ميلاده لحق أمه بركب الشهداء ظن الأعداء بأفعالهم أنهم أطفأوا فينا روح الإرادة ولكن ليعلموا أنها ولدت من جديد وصمي هذا الطفل تيمنا باسم عمه الشهيد وعندما حانت ساعة العودة إلى البيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر